اشتركوا في القناة ما عندنا احنا المقبلات بحدة البريوات عندنا ولكن ما زعني ماشي خصتتها نقعد لنا من الله تنقعد لنا في طبلة اما الطابة بالنفهم ديالها وهو الانسان كيكون واقف كي ياخد مشروبات وفي نفس الوقت كي يأكل شي حاجة معا اللي يكون سهلة في الهزان يعني تبدأ كيف تنقرون النقر هادي هادي هي اللي ولكن احنا معدناش فاسمي تبقى واقف احنا نقصد قعد في الطبلة والتاكل والتعطيل الوقت للطبلة وهذا المقبلات هادو صعب بشي تصوابون انو كيخسوم يكون صغورين وتتكس تفنن عليهم دو كينين بزافة لأبطال دلعالم اللي هما مقابلين هاد شي وكيدوزووا ديكونكوغو كيتتعلموه ولكن انا دووستها الله قلت ياربي تصدق والحمد للله صدقات لانو درنا تريد تريد بسمان اللي هو اللي هو نغمال مو بلا كبير بلا كبير وورتيتو صغور كيف كتشوفوا الصورة درتليه درتليه بحل شي شي دانسوس ديال رقيصة الفلامينكو بركسوا ديالها اللي كتكون كهال زي ديهاكا وهي راه هي بحل دبادك الفخد ديال الفخد ديال السمان حيدنا منو ذاك العظم ودرنا مفوص منو واحد درنا درنا فوص منو واحد المحل لقلتي وعجينة عجينة فلاصة العظم كيتباليك بحل العظم وهي راه كل شي كيتكال وحيدنا ذاك وفرتتنا هاداك شي وبطبيعة الحل سمان طاب طياب طياب تجاج لبلدي مع مع تريدي لجاج لبلدي ولا رفيزة كيف تنقولو حنا يا بالحلبة ديالها بالحب السوداء ديالها ببراس الحانوت بالصلاب كل شي بكل شي بكل شي وو بطبيعة الحال ذوك الرغايف ديال تريد طبيعة الحال وهذوك الرغايف ديالي صوبنا بهالكسوا هلوغ الأجواء ديال المسابقة كل شي كان عن عن تواصل توكيفش نقولو التواصل ايج ها التواصل عن بعد إذا ندرنا التواصل عن بعد يعني أنا كيغو بروزيوت كي أنا اللي كان كوتشي واحد الشيف من إسباني اللي لجنة التحكم كانت تخيره هي ماشي نحلي كانت تخيره وهو اللي كيتبعدك شلي كنديره اي واحد من من المنافسين اللي بقاو دايوغ بقاو فوق من خمسين واحد بقات بقات تقريبا واحدة تقريبا خمستاش اللي بقين احنا يا في الفيناليست دايوغ بقاو خمستاش كل شاف كي كل شاف عندو الكوتش ديالو و اللي كي يوري كيفاش يدير باش نهار نهار اللي يخطيب نهار الكونكور كي يعطوهم لي بوكس فيني خدمو وكيكونو الجوري و بالأخص في الجوري اللي كانت هو كيف تنقول للا كيف تنقول للا كاديمي غوية دولا كاديمي غوية دولا كاسترونومي ايبريكا يا إسبانيول يعني اكاديمي معروفة والحمدلله كانوا بزاف وصحف الصحف الصحفة اللي كانوا حاضرين في الجوري كانوا لقوق شاف في العالم وما كانش سهل باش ييجيوز زعمي وانا ما كانش كنتظر لالدرجة الولى ولا الدرجة الثانية ولا الدرجة الثانية كنت انقول بعدها المهم بندمي شارك ويعرف على الطبخ المغربي لأنه كانوا الصحفة كتار في منحية العالم كامل وبيجا بتصير يعني المدق كان مهم بزاف ووجبنات درجة تدونت من المرجعين ديرو جيبو الدرجة اللولى اول حاجة الاشتراك تيفه الاشتراك تيفشي مسابقة عالمية اول حاجة وهو خسكي تعرفي بينه قتعرفي على الطبخ المغربي لانه الطبخ المغربي انا دي تبقى فيها الحال متلا ايطاليا معرفة ببيتزا ما هي مدقشي سهل مشيش حاجة اللي هي صعيبة او الطبخ الفرنسي ولكن طبخ المغربي قسنا عرفه لانه تماتي تعرف الطبخ العالمي وكايتعرف بينه مشي غير الطاجين سكسو وبسطيلة والحريرة كاينش تحويش خورين كاين تريد كاين سفا كاينعطى الله اعطى الله الاطباق اللي تفننوا فيها ويتعرفوا عليها ومنها بنفس الوقت يتعرفوا على المغرب بلدنا باش يجو السائحين يجو للمغرب ويتعرفوا على المغرب ويتعرفوا على التقافة ديالنا التقافة ديال المغرب الاخرى هو اهم حاجة عنده هي هي الطبخ البلاد يتعرف كل ماكلتها وإلا بغتيت عجبك شي ما إلا إلا عجبتك الماكلة ديال شي بلاد كاد يبشي لها كاد يقول ها المغرب ماكلت زوينا حدا إلا دقنا الأوكلة المغربية ف مثلا ف نقولك في تايلندا راه مني still يقول هذا الماكلة ديالش من البلاد المغرب غادي يمشي نشوفو راوقينا عندو مزيف تحويج ما يعطيو ودونك هدك شعلاش احنا باش باش بلدنا تكون مفتوحة لسائر دول العالم ونتعرفو على الصعيد العالمي وحنا بلاد الكرم وحنا بلاد الخير وخصنا نبقى ولاد الخير وبلد الخير متنساوش تابونه وقلاشين وتأكتفيوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالترس وتبرتجوا مع أصحابكم